لا شك في أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تمنح متلقيها مناعة تقيه أعراض الفيروس الخطرة وتؤمن له أيضا الحماية مقارنة بمن لم يتلقى اللقاح لكن كيف يمكن زيادة فعالية هذه اللقاحات أو ما الذي يجعل شخصا يتمتع بمناعة أكثر من غيره؟ الإجابة طبعا هي الرياضة فممارسة التمارين الرياضية تجعل الشخص يتمتع بعدد أكبر من الأجسام المضادة بعد تلقيح لقاحا وذلك بنسبة 50% مقارنة بالأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة عادة فقد أكدت دراسة جديدة أن حقن اللقاح تصبح فعالة أكثر أو حقن اللقاح عندما يتبع الشخص نشاطا رياضيا منتظما فلدى الأشخاص الذين يمارسون تمارين رياضية لمدة 30 دقيقة وذلك بمعدل 5 أيام في الأسبوع قدر أكبر على نمو كميات من الأجسام المضادة القوية كما استنتجت الدراسة نفسها أن الأشخاص الذين تطبع الحركة أسلوب حياتهم هم أقل عرضة للمرض وذلك بنسبة 31% وهم أيضا أقل عرضة للوفاء بسبب مرض معدن بنسبة 37% وفيما لم تشر الدراسة تحديدا إلى مرض كوفيد-19 المعضي تنطبق نتائجها على الجائحة حسب مقالة الخبراء وفي هذا الإطار نذكر بدراسة سابقة أيضا كانت قد ربطت بين الخمول والوفاء من مرض كوفيد-19 أي كلما كان أسلوب حياة الشخص كثير الجلوس والكسل كلما زادت مخاطر تفاقم الأعراض في حال إصابته بفيروس كورونا فحول العالم تسجل أكثر من ثلاثة ملايين وفاء سنويا مرتبطة بالخمول ونمط حياة المرضى الذي لا يشمل الحركة والتمرين الرياضية إذن حقائق كثيرة تؤكد مجددا أهمية الحركة والتمرين الرياضية في أسلوب حياتنا حتى ولو كانت خفيفة تحديدا في الحفاظ على صحة الإنسان وحمايته من الأمراض اشتركوا في القناة